السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي مع بعض نشوف أسئلة جونال إكزام نومبر 7 سؤال الأول بيقول عنده حلقتين خد بالك على طول روح تانا بترجم وانا بكتب وانا بنقرأ السؤال أنا عندي وبيعمل يبقى أنت بتتكلم عن بيورين الايه الجوانين فالاختيار بتاعي كان سي السؤال اللي وراه بيقول أي من الخصائص التالية يزيد من الدعام الفيسيولوجي الفيسيولوجي طبعا عدد يزيد لو في عدد كبير الاستوماتا يعني يحصل بكمية كبيرة ده ما يزودش أنا مدور على اللي بيزود طيب هنحتفظ بالمحتوى المائي وكمان اختبق شمعية سميكة يعني معنا كده معدل الامتصاص هيكون عالي في النبات أجابة سليمة لارج نومبر اوف استوماتا لأ برضو لأن ده حيؤدي إلى ترانسفيريشن تين كيتيكل يعني انت بخر حيكون عالي ولارج نومبر اوف روت هيرز لأ أنا عندي عاملين حيعملوا على نقص الفيسيولوجيكال سابورت اللي هي لارج نومبر اوف استوماتا والثين كيتيكل ثيو نومبر اوف استوماتا عدد قليل من الاستوماتا آه ده حيقل العملية ده حيزود الفيسيولوجيكال سابورت لكن معاثين كيتيكل ليرتبقى قليلة من الشمع وكمان عدد قليل من الشعارة الجزية يعني انصاص معدل انصاص قليل والتبخر حيكون عالي أو ما ان طبقة الشمع او هتكون رقيقة الاجابة الاسلم هي بيه السؤال اللي وراه بيقول انا عندي اكس دي تمثل في ميل جميد مرة هتديني دي الخلايا دي وده تعتبر ايه؟ تعتبر وووين تعتبر اه يبقى واضح كده ان دي هتكون خلايا او جميد خاصة بالبارتينجنسوس زي مثلا الآفد إنساكت فه ممكن تديني هنا فيميل ممكن تديني ميل. تمام? آآ والبويضة لو كانت طبعا آآ طلع من الميتوزز حتديني آآ في ميلز بس. بيقول يمثل في ميل جميل فعايز احتمال الطرق بتاعة التكوثر اللي بيقوم بيها الجنيه. بيقوم بيها الكائن الحي. آآ آآ انا عندي اكس هي الفيميل جميل. وبيقول ان المجموعة الكروموسومية دي اهي. ده الفرد اهو بيطلع الجميل دي. خلاص? وبعدين طلع آآ افراد ممكن تكون مختلفة يعني ميل او في ميل. وبالتالي ده يعتبر هنا. آآ لا طبعا لان في جميل ما فيش تشو كالشر. سبروغني وآآ برضو مفيش جميل في السبروغني. ريجناريشن مفيش عندي آآ في ريجناريشن برضو جميل. آآ فبالتالي الاختيار الامثل هو ايه? السؤال اللي براه بيقول كان ذا باثوجين اكس. آآ ايز آآ يعتبر آآ ممكن نخدقه كآآ وناقض نعمل منه فاكسين ولكن اذا خدناه بشكل آآ ضعيف ان كان الميكروب ده ضعيف او ميت. فبيقول ياس لكن باستخدامه ناشط طبعا لأ. في شكل ضعيف مزبوط. يبقى آآ لان ما لهاش علاقة. انا قدامي الميكروب. الميكروب ده ممكن استخدمه كفاكسين ولكن ازا استخدمناه في صورة ميت. في صورة ان هو ميت او ضعيف. آآ برضو دي مش هتنفعني بقى الاجات تعطي بي. سؤال خمسة سؤال حلم بيقول آآ ما هو نوع اسفة? آآ ما هو نوع الربطة? gentra. jeaux drank between two ends of dna molecules in mytochondria. طبعا يعني هيربط ما بين قاعدتين او اتنين آآ آآ حيربط ما بين اتنين نيوكريتائيب. يعني لما حيكون في عندي آآ dna موجود في الميتوكوريم فالميتوكوريا هنا تشبه الى حد ما تركيب ال dna في البروكاليب. فحيكون آآ طرفين او تويند of dna어�JOINت. يعني هيبقى فيين مرتبطة مع بعض وترتبط مع بعض ماذا يحدث عند نقص مستوى التوستيرون في الدم في شخص اه بالغ او ذكر بالغ هل بيحصل توقف طبعا لو حصل نقص في التوستيرون حيجي الهرمون اللي بيحفز الانترستيشل سلز انها تطلع توستيرون ويزيد علشان يحفز الانترستيشل سلز انها تطلع توستيرون فمن الهرمون اللي بيحفز وبيعمل استيميولات للانترستيشل سلز انها تطلع توستيرون برافو عليكو اللي اتش انه بيطلع من الانتيريور بارت اف بيتيوتريجان بيقول اي من الانزيمات التالية او في ماسل فايبر تمام ترى ما قال لي ماسل فايبر خليها عضلية بابا اتكلم في يوكاريوت يا جماعة تمام اه الهليكيز الهليكيز مش بيعمل في السايتوبلازم خلي بالك المفتاح هنا كيفون السايتوبلازما بيعمل في نيوكلوس دي اني اي بيعمل في نيوكلوس وبتديدها بيشتغل في السايتو بلازمي في عملية الترانسلاشن او اني اي بوليمرز بيشتغل في النيوكلوس عرفت منين هو اللي قليموس الفيبر وطرمى قليموس الفيبر الكائن اللي بتعمل معه يوكاريوت question 8 بيقول عندي 2 patients A and B suffer from insufficiency in gland on analyzing the blood of each one of them the concentration of TSH in the blood plasma has been measured for 3 hours then the concentration are presented in the opposite graph what is the structure in which does disturbance occurs in plan in patient A patient A واضح انه هو عنده زيادة في ال TSH تمام وpatient B اللي هو بالblue curve ده عنده نقص في ال TSH جميل جدا فبيقول what is the structure in which disturbance occur in patient A طيب الشخص اللي هو مريض A اللي عنده نسبة عالية من TSH هو ليه TSH بيه على يولاد في الدم علشان يحفز الغدة بتاعة البتيتريجلاند لقيا ان الدم فيه تركيز قليل من الثيروكسن فبيعني ليه يبتده يطلع له TSH كتير علشان يحفز الخلايا بتاعة البتيتريجلاند انها تطلع ثيروكسن وبالتالي هتبقى الإجابة الثيروكسن عند مشكلة وخلل في الثيروكسن تقول عليها أو بنقول عليها عندها وبكرر تاني يخلي بالك الثيروكسن من الغدد اللي بيسميها السؤال اللي ورابي يقول السؤال اللي ورابي يقول وإحنا مغمضين السؤال اللي ورابي يقول طبعا في طبعا في من قبل ما نقرأ الاختيارات بيحدث للجميت في الصمك بتاعة وبالتالي الاختيار بي التيلوزي هي عبارة عن عبارة عن برينكايمة بني حصل الله انها تمتد اوكستند ثرو بيتس طبعا لي عشان أبستركت داس الموج من تبتاع الميكروب وتمنع الميكروب طبعا نشوف بقى موجودة موجودة في النبات في حالة وجود اندفاسكولر تشو النبات الانسلسية الوعية زي الفايلة لا يفهم ما الميكروب دخل واحنا عايزين نعيق انتشاره انها تمثل زيادة في قطر التركيد لا تظهر التيلوزي عند أخذ قطاع عرضي في ساق مصابة اوه طبعا اكيد اي من الات يعتبر صحيح بالنسبة للمادة الوراثية لا مش لها نفس الشكل في كل يوكاريوت لان انا عندي يوكاريوت عندي ان فيها بلازميد بقيت اليوكاريوت لا الميتوكوندريا الموجودة جوه اوه الحقيات النواق او اليوكاريوت برضو تشبه تركبه الى حد ما البروكاريوت تتكون من نفس الوحدات اوه كلهم بيتكونوا من حاجة اسماني يوكاريوت طبعا البروكاريوت غير معقد بالبروتين دي انه اتحى برضو بيقول انه معقد بالبروتين في جميع حقيقيات النواة ما احنا قلنا ان فيه زي الميتوكوندريا تعتبر جوه حقيقيات النواة وفيها اجزاء بيقول انها غير معقدة بالبروتين وبالتالي الاجابة الاسلام بي فطبعا احط بياناتي على الرسمة عندنا نومبر الاستيجما نومبر 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 فبيقول ايه الاجزاء التي تستمر في النمو? اه بعد الاخصاب. اللي هيستمر في النمو بعد الاخصاب الاوفري والاوفيول. الاوفري هيبقى فروت والاوفيول هيبقى دي بقى الاجابة. سؤال اللي وراء بيقول اي مما يلي لا يسبب تنوعا في البروتين. طيب. لا كل ما اختلف العدد كل ما اختلف البروتين. طيب. انا عايزة اللي ما بيسببش. كل ما اختلف كل بروتين واحد متكاوم من سلسلة واحدة واحدة وبروتين تاني مكاوم من سلسلتين. يبقى ازا عدد السلاسل او نمبر يخلي البروتينات تختلف عن بعضها. اللي هي اسمها ببتاية بون. لأ دي مش هتوأثر ولا هتوغير من تركيب البروتين. ترتيب الامينو اسد في السلاسل الاكيد هيغير من البروتين لان احنا كنا مقدين من سينيور وان ان من الحاجات اللي بتغير تخلي البروتينات اه مختلفة. السؤال اللي عرابي قول اي من اول واحدة العلاقة بين اف التي اتش. والاكتيفتي بتاعت التي سي. هل كل ما يزيد التي سي. تمام? حاوست لقي نشاط التي اتش يزيد. لا. العكس. كل ما يزيد التي اتش. كل ما يزيد نظات التي سي. اذا انت ما تنفعش. طيب. هنا. بيقول كل ما يزيد التي اتش. كل ما هيزيد. اه. كل ما هيزيد التي اتش كل ما هيقل نشاط البي سي. لا. كل ما هيزيد التي اتش. كل ما هيزيد نشاط البي سي. يعني برضو دي مفهود تكون دايريكت مش انفيرس. هنا. كل ما هيزيد نشاط التي اتش. كل ما هيقل نشاط التي اتش مظبوط لانا هيبدأ فيه مادة اسمها تتكون وتعمل على اه 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 او اه اه او stop the action of تي اتش. كل ما هيزيد التي اتش. كل ما هيزيد اه كل ما مشزيد اه كل ما هيقل ناشاط التي اتش. كل ما هيزيد اه الحال اليان بتطلع مادة اسميها بتعمل اكتيفيت لناترال كيلر سلز اذا ما شفنا في السللر اميون ريسفونز يبقى الاجابة السليمة سي. فبيقول لاحظ حركة القدم. عايز يعرف نوع النفصل الموجود في الشكل اكس. اولا هو اكيد سيناظر. تمام? واحنا ممكن نحرك كده احرك انت رجليك كده شمال يمين والتحت والفوق اذا هو ممكن احركه في اكتر من اتجاه. هو مش فايبرس طبعا لان فايبرس موجود في السكال. مش كارتليجنس. انا بحركه بسهولة في نوعومة في حركة هذا المفصل فهو سينوفير. هل هو سينوفير تحرك في اتجاه واحد? لا هو سينوفير تحرك في اكتر من اتجاه وبالتالي الاجابة دي. طيب هو بيقول تدمير الخلايا السرطانية عن طريق الجينات. معروف ببرمجة اه اه الخلايا. طيب احنا اه المفروض او الموت المبرمج يعني ببرمج الخلايا على انها هي تدمر نفسها. تمام? مين المسؤول عن كده? المسؤول عن كده خلية تي سي. طيب تي سي ازاي بتحفز جين معين في في الكانسر انها آآ انها ديستروي اتسال. طبعا عن طريق مادة اسمها آآ الانفاتيك توكسنز. فالاجابة ايه? بيقول الشكل اللي قدامنا طبعا آآ انا شرحناها قبل كده نشرحها ثاني لو الناس مش فكراها. نتخيل مع بعض القصة ازاي? اولا نشوف الاتجاه يا جماعة بتاع فتح آآ جزيء الدي اني ايه. الموضوع ماشي كده. يبقى انا عندي هنا هيلي كيز اهو كده بيبتدي يفك لي الجزيء. طيب اول ما بيفك بيبدأ يتكون الايه? الشريط المقابل. طيب انا عندي هنا ده ثري داش فايف داش. يبقى هنا هيتكون عن طريق دي اني ايه بولي مريز خط كامل متكامل فايف داش تري داش. حاجة هنا بقى. الخط ده مش حينفع انه يتكون كقطعة كاملة. حيتكون على هيئة قطعة. ولكن في الاتجاه اللي بيمشي بيه الدي ايه بولي مريز اللي هو في الاتجاه فايف داش تري داش. يعني ماشي كده. مين اول قطعة هتتكون هي القطع رقم واحد. والقطع هنا رقم اربعة. فتبقى الاجابة ايه? سؤال الحلو في الامتحان. اه كوستشن 19 بيقول which of the following اه اه ستور ما اه most type of immune cells. مين هي الجزء او التركيب او من التركيب الموجودة في الاختيارات هيخزن اه الامنون cells طبعا هي المنفاتيك نود. فاكين كده بتخزن البي cells والتي cells والمكروفاج. اه from the opposite graph that illustrate the change in the concentration dissolved substances in urine by changing the concentration of ADH in blood. what is the reason for the difference between the urine concentration at point y and point x. انا عندي هنا اسمولاريتي بتاعت اليورين. خلاص? هنا اكس وهنا واي. تمام? هنا اكس وهنا واي. وهنا بتاع الاد اتش. كل ما زاد تركيز الاد اتش. كل ما زادت الاملاح او التركيز او بتاعت اليورين. تمام? طبعا ليه? لان الاد اتش وظيفته ان يعمل دي ابسور بشان بيعيد النصاص المية ويرجحها للدم. وبالتالي كمية المية اللي بتطلع في اليورين قليلة. وده هيؤدي الى زيت التركيز المذيبات او الاملاح مثلا الموجودة في اليورين. طيب هل ده لانه ده اجزت اف سولت اند يوريا? لأ. ده اجزت اف ووتر? لأ برضو. ده برضو لأ. الاد اتش او الدي اتش بيعمل على وده يؤدي الى عودة المية او اه ان الووتر وبالتالي حيقل محتوى او كمية اليورين اللي خارجة من الجسم وهتزيد الاسم وزي او الاسم لارتي بتاعتي اليورين. اه اعرفنا ان الكروموسوم اكس السبيرم اللي شايل اكس بيعيش اقوال من اللي هو شايل الكروموسوم واي. هل لو وصل في اليوم العاشر? لو وصل في اليوم العاشر هنلاقي عندي يومين وثلاثة. يبقى معنى كده اللي هيعيش ثلاثة ايام اللي شايل اكس. واللي هيعيش يومين اللي شايل واي. حالي. تعالى ان هما وصلوا في اليوم العاشر. خلاص. آآ اللي هيعيش يومين يعني عشرة وحداشر واثناشر. خلاص اللي هو آآ مش هيحلحق البوايدة البوايدة تطلع في اليوم العربعتاشر. تمام? طب نقول ابو تلاتة. يبقى عشرة وحداشر اتناشر تلاتاشر. برضه مش هيحلحق البوايدة. طيب. لو دخلوا في اليوم الاتناشر. الواي بيعيش يومين. هيبقى عندي هيعيش في اتناشر تلاتاشر. آآ يبقى اليوم الاتناشر واليوم التلاتاشر. هيعيش يومين. تمام? هيدخل يوم اتناشر ويبقى يوم التلاتاشر. مش هيحلحق البوايدة. طيب. الشايل اكس هيعيش اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. تمام? يبقى يومين يبقى حيحص البويضة يبقى هنا حتبقى اه فيه احتمال. هما الاتنين محتمل ان يبقى ميل او في ميل. في اليوم الستاشر احنا عدنا خروج البويضة البويضة تطلع في اليوم الاربعتاشر. آآ ممكن تكون موجودة البويضة لانها بتقعد يومين. فبرضه محتمل ان يكون ميل او في ميل. تمام? فهو آآ هنا آآ الاحتمالية انها تكون في ميل اكتر في اليوم الاتناشر. السؤال الورابة باستخدام الكودون طبعا هنستخدم الجدول بتاع الشفارات وده بيكون موجود في كتاب المفاهيم. القصة بتحديد ده بروتين. القصة بتاعت آآ آآ السؤال ان انا هدور في جدول الشفارات وحجيب كل كل عمينو اسد. فمسلا جي يو يو على جدول الشفارات هلاقيه ذالين. لو بدلناه بال جي يو ستي هيديني ذالين برضو. ده باش هيغير لي هنا البروتين. لكن يو اي اي ده ستوب كودون. هغيره بالسي اي اي هيبقى عندي آآ امينو اسد اسمه آآ جلوتامين. يعني معنى كده انه هيبقى فيه تغير. جي يو يو ده الفلين. غيرته بالجي سي يو الانين. هيحصل تغير. سي اي سي هيتغير بالسي اي 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 يعني بقى بدل ما كان هستادين هيبقى آآ جلوتامين. الحاجة الواحدة لما حصلش تغير نفس الكودون جاب نفس الامينو اسد هي ايه? اي من الاتي او من الجمل التالية آآ ينطبق على آآ مادة الكنافانين. هل هي آآ موجودة في النبات وتقل? لا. هي موجودة فعلا في النبات. ولكنها هتزيد بعد الاسواق. آآ ده شغل الريسبتور. ده مش شغلها ده آآ يلحد ما عايز يشير الى اللي بتعامل مع سموم الميكروب. وبالتالي الاجابة بي. اه آآ عندها تلات اولاد في جابتهم في ولادة واحدة. ومن بين التلاتة دول في توأم. التلاتة دول كانوا عبارة عن بويضتين. بويضة جابت واحد عادي. وبويضة انقسمت وجابت لي التوأم وبالتالي الاجابة اتنين. سؤال اللي ورابي يقول اه آآ يبقى هنا آآ آآ الان هتبقى بسبعة. طالما ان العدد بتاع البارينكايمة فورتين يبقى توقن. تمام? طيب انا عندي هنا اكس واحد ويشرين تبقى دي اندوسفيرميك. تشو. الواي فورتين ده ممكن يكون آآ زايجوت. لانه توأم. الزد سافن. ده ممكن يكون انتيبودل. ممكن يكون اج. فحندور في الافتيارات ما يناسب الترتيب اكس واي زاد ال. فحيكون بي. آآ لان الاندوسفيرميك ثري ان. ولان الزايجوت طو ان. ولان الاج ان. والانتيبودل ان. سؤال اللي ورابي يقول. ماهي ناتج حدوث طفرة في جين في خلية حية. عايز يعرف ما نتيجة حدوث طفرة في الجين المسؤول عن تكوين في احد الخلايا الحية بالجسم. تمام? اخلي بالك و الخلية واحدة. هل ده ده ديس اوف ديفينج ارجنسم ليه حيموت لكين الحي? ده الخلل حصل في خلية واحدة. يعني كأنها ايه? سوماتيك ميوتيش. ده نام آآ ديفيجن اف دا سيل حيحدث عدم انقسام لهذه الخلية اكيد لان ما يمفيش عندها دي امي اي بوليميريز مضبوط. ده ستوفينج اف تيشو ديفيجن هيتوقف انقسام النسيج. لا النسيج ليه يتوقف انقسامه. وفي خلية تانية شغالة. هي خلية واحدة بس اللي حفظ فيها الخلال. the increase in the rate of the cell division. هيحصل زيادة في معدل انقسام. ازاي هيحصل زيادة في معدل الانقسام? والخلل في اه الانزاين المسؤول عن ال دي اي اي وبالتالي الاجابة السليمة بي. السؤال الوراء بيقول عايز ايه المجموعات اللي لا تشارك في اتصال الشكل المقابل اللي هو العمود الفقري او البرتبرال كولن بباقي اجزاء الهيكل المحوري اللي هو الاكسيال السكيروتن يعني السكال والثورات الكيتش. تمام? هيبقى عندنا الجزء بتاع اللمبر اللي هو وهيبقى عندنا اه برضو الدي تمام? ما بيقى برضو اه ال اي كمان تعتبر من ايه من الحاجات اللي مش هتشارك فيه ربط البرتبرال كولن باقي الاكسيال بالاكسيال. اه يبقى احنا عندنا هنا الاجزاء اللي مش هتربط اه الشكل اللي قدامنا اللي هو البرتبرال كولن بالاكسيال هتبقى الا ده حيربطه بالسكال فما ينفعنيش. والبي بسرعة الكيتش فما ينفعنيش. البي حيربطه بالسرعة الكيتش وده يعتبر اكسيال. السي تنفع. لكن معها بي فمش هنعرف نختار الفقرة بي. اه هتربطها بالسكال والسكال تعتبر من الاكسيال سكيلتن. اي طبعا الكوكسيجن وده مش هيربطها باي حاجة من الاكسيال سكيلتن. الاي تنفع لكن الاي ما تنفعش. اه نمبر دي بقى السي والدي ما لهمش اي علاقة بارتباط الفرتبرال كولن بالاكسيال سكيلتن. فبنتل الاختيار دي. طبعا الهيرمون اللي بيزيد في اليوم الاثناشر احنا عارفين هو الاستروجين. اه اه فهنا بيقول اي من الاتي يصف اه مستوى الهيرمونات في اليوم الاثناشر. انا حدور على زيادة الاستروجين وابتدي اشوف. فحنطنش او بي ومسك يعني نقص لأ انا بقول ان في اليوم الاثناشر بيزيد. فانا حطنش اي وصي فحشوف بي. انكريز الاستروجين والبروجسترون. لا هو بيزيد الاستروجين وبيبقى البروجسترون منخفض لسه. وبالتالي الاجابة دي. سؤال 29. بيقول في الشكل المقابل احنا اه جبنا نبات وتم وضعه في اه 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 رطبة. تمام? اه اه بقى لكن الرطوبة بتاعتها هتكون منخفضة بنقول لو. هيمد. و اه اه الفطرة من الزمن. وعايزين يعرف ايه الاوقات اللي هتوقف فيها حركة السيتو بلازم. السيتو بلازم احنا عارفين من سنة اولى او سنة تانية ان فيه كمية كبيرة من المية. ووتر. والطالما هو في اه اه تربة اه قليلة الرطوبة. يبقى اه في الفطرة اللي هيحصل فيها نقص في المية. يعني ضغط الامتلاق بتاعه هيقل بتاع الخلية هيقل معناها ان فقدت المحتوى المائي. وبالتالي هتكون حركة السيتو بلازم بطيلة. فين بقى النقطة اللي فيها حصل? اقل حاجة في ضغط الامتلاق. طول ما الخلية فيها ضغط الامتلاق عالي معناها انها فيها كمية كبيرة من المية. يعني اكس دي خلية منتفخة. وي خلية منتفخة. اسة خلية منتفخة. اقلهم انتفاخا النقطة زد وبالتالي هتكون الحركة السيتو بلازم صعبة في النقطة زد. ما هو الخطأ? انا عندي هنا الجلوكاجون والفيزيكال اكتابيتي. ها انا عايزة الخطأ ها? هل كل ما هيبقى فيه نشاط رياضي? تمام? كل ما حابست يزيد الجلوكاجون? لا. انا محتاجة ان انا انا كل ما هيزيد اه كل ما هيزيد الفيزيكال اكتابيتي كل ما هيزيد الجلوكاجون عشان ينطلع لي جلوكوس عشان انا محتاجة ايتي بيه. فدي تعتبر صح انا عايزة لغلقت. تمام? طيب هنا كل ما هيزيد الفيزيكال اكتابيتي هيزيد اه الكالسيتونين ينوش علاقة. طيب كل ما هيزيد الفيزيكال اكتابيتي هيزيد ال ايدي اتش عشان نحتفظ بالمي او محتوى المائي في الجسم صح. اه كل ما هيزيد الفيزيكال اكتابيتي كل ما هيزيد الادرنالين ادرنالين بيزيد في حالة التمرينات الرياضية أو يبقى الجراف الخطأ هو What is that ratio between the amount of DNA in the sperm المقدار الDNA 23 وAmount of DNA in the primary spermatocyte بيكون 92 لأنها بيحصل تضعف طيب هتقسم الـ 23 على أو over 92 حيطلع 1-4 السؤال يعتمد على أنك فاهم أن الخلايا نعمل لك دارة على كلمة primary spermatocyte at the beginning في بداية القسام الميوزي لازم يحصل لها duplication when bacterial cell is infected with bacterial vag لما يكون البكتيريا اتصابت بالفيروس البكتيري which DNA is incised from the strain T6 and the code كان من السلالة T4 يعني الـ DNA من من سلالة اسمها T6 والبروتين code من سلالة اسمها T4 which of the following will then that is formed in the new virus طبعا ياخد نفس الـ DNA الخاص بتاع السلالة اللي كانت موجودة الـ DNA بتاعها في الفيروس لأن اللي حيدخل إلى داخل الخلايا البكتيرية هو مين اللي حيدخل داخل البكتيريا هيكون الـ DNA الفيروسي اللي هو من السلالة T6 وبالتالي الإجابة بيه بيقول طبعا Part A ده وده بيتكون من البروتين والوحدات بتاعته هي الامينوأسد اللي بترتبط مع بعضها بالبيبتايد فهو بيقول لي فيما تتشابه الوحدات البنائية المكونة للجزء الوحدات البنائية اللي هي اامينوأسد هل هتتشابه في ولا هتتشابه في النوع ولا هتتشابه في النمبر طبعا ولا هتبعا الشكلين انت بادي مختلفين حتى تلاقي الشكل هنا مختلف فأكيد العدد الامينوأسد اللي هنا غير اللي هنا انواع اللي هنا غير اللي هنا التتابعات او بتاع الامينوأسد مختلف ولكن هم هيكونوا متشابهين في ان الارتباط ما بين الامينوأسد هيكون بالبيبتايد بوم. سؤال الوراء بيقول. عايزين الجملة غير صحيحة اه بالنسبة لبلسنتا. هي مظبوط. اتريتشين بلد كفرس غنية بالشعي الدموية مظبوط. لا والله احنا قلنا ان البلاسنتا زي ما بتنقل الحاجات حلوة حاجات وحشة. هتودي للجنين الباضي الغذائية اه وكمان وحتودي بنا في او الاكسجن. لكن كمان هتبعث الحاجات الوحشة زي الالكهول والفيروس. وبالتالي دي جملة خاطئة اي ما هي فعلا لانها بتفرز. سؤال الوراء بيقول. اي من الجمل التالية غير صحيح بالنسبة لعملية اه او بالنسبة لعملية موضحة قدامنا احنا عندنا هنا جزء حصل اعطاني اه تركيب. التركيب ده في اي 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 احنا كده ده بولي ادنيه. يبقى معنى كده ان ده كان دي اعرفت ان ده ام ار اني اي لان هنا اتجاهه فايف داش تري داش. والشريط اللي تعمل منه الام ار اني اي كاميرايته شري داش. طبعا اي عملية هيباية تحتاج الى موجود طاقة. الانزايم هيكون ار اني اي. فبنقول بقى اه اي من القاتل من جملة التالية مش صحيح. من هذا جملة مش صحيح. طيب. اللي بيحصل ده ايوه. طب اللي بيحصل ده ايوه. اه بتأثر اه بتغير درجة الحرارة اكيد لان طالما هو انزايم الانزيمات تتأثر بالحرارة. حتة خبيسة يعني. دي معلومة احنا عارفينها عن الانزايمز من اولى تانية. هل يؤثر على عدد الكدونات اللي على الام ار اني اي لا يؤثر طبعا على عدد الكدونات. وبالتالي دي. السؤال اللي عرب يقول ايه اللي يحصل عنده تلف اه الخلايا بتفرز الانسولين. اه طبعا معناها ان الجلوكوز حيبتقي يرتفع ان غاب القط العبية فور انسولين مش موجود. الجلوكوز دي عبا يبقى الشخص مصاب بالضيابي تسميه تسببها الاجابة سي. منطقة ايه منطقة داخل الابدومن الكافيتي. اه منقول ايه هو اللي مش صحيح ولا يميزها. هل هي بروتكتد بالفلات بونز مظبوطة لوالبالفيقونز. هل السبيرمو ار فومد ان ايت غلط لانها تتكون في التستس. ما لهاش علاقة بالمنطقة دي تتكون هنا هي. عندها مكونات تتأثر بالهرمونات الزكورة ايوة عندها البروستات جلاند تتأثر بالكستوستيرون والسمinal vesicle كمان. مبوضة داخل الجسم والكلام مظبوط ويبقى الجملة الخاطئة هي ب. ايه من الاتقى ليس صحيحا بالنسبة للمناع الفطرية. مناع الفطرية يعني ثلث لاين وثلاث لاين. مظبوط. مظبوط. ايه من الاتقى ليس صحيحا بالنسبة للمناع ممكن يحدث التهام الميكروبات حصل. انا كان عندي في الانفليماتري ريسبونس النيتروفيلز والمكروفاج والمونوسائي. ممكن تنتج بعض الانزيمات الهاضمة ما هو المكروفاج او الفاجوسايت اه بتنتج اه لايسوسوم. الانترلوكينز بيبقى موجود في الثرد لاين. وبالتالي لو وجود له في سواء كانت سؤال العرابي القمة النمية لنبات قبل وبعد استخدام اللي هو يعتبر كده بعمل طيب اه قبل انا لقيه وطبعا بعدها طبقة الاولى بيحصل لها ضمور او اتروفي واللي تحتها بتنمو وممكن تكون تحمل طفرة اللي هي. عايزين بقى ما يفيد هذا الكلام. هل الخلايا رقم واحد واتنين اه بتكون متشابهة في عدد الكروموسومات? لا. لان رقم ثلاثة ممكن تكون عدد الكروموسومات بتاعها مضاعف. سل نومبر اتنين حتموت. اه ديوتو 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 لا مش هو ده السبب. وبالتالي ممكن تتكون عندي طفرة اسمها اللي بيحصل فيها عدم انقسام اه لقى الخلايا او عدم تكوين جدار فاصل بين الخلايا. فبيبقى عندي اه طفرة اسمها اللي هو تعدد الكروموسوم. لا دي وبالتالي الاجابة سؤال بيقول. بيقول في الشكل المقابل بيوضح تغير طب احنا هنا اه كنا في حالة الراحة. بعد كده بقينا في حالة البولاريزيشن. ادي قيمة البولاريزيشن. بعد كده هنرجع تانية ريه بولاريزيشن. يبقى انها هيحصل الانفصال ما بين سي والدي. السؤال اللي وراه. اه بتوضح اه. طبعا انا عندي هنا اه تيشو كالشور زي ما احنا شايفين. فبيقول في الشكل المقابل بيوضح او شكل من اشكال التكاثر عايز اهميته. اي اهميته بقى. انتاج موست قامن. انا بجيب النباتات الشائعة انا بجيب الرير. فده غلط. انا مش طلع عنواع جديدة انا بطلع نفس النوع. فيش عندي. بسرع وبزود انتاج المحاصيل مزبوط. لا انا مش بحسن النبات ولا حاجة. انا بطلع نفس الصفات الوراثية لان التيشو كالشور ديباند عن ماي توزز. مش هتصدق ان السؤال اصلا من سينيور وا. طبعا اه هنا دي اي وهنا دي ايه لكن الباترفلاي عندها جينات وصفات مش موجودة في الانسان وبرضو نفس الحكاية الانسان عنده صفات مش موجودة في الباترفلاي. فحيكون السبب هو اختلاف الجينات أو أنواع الجينات الموجودة أو الـ types of genes الموجودة في الـ DNA ولكن الـ triplet code ده universal ده تشابه الـ anti-codone اللي موجودة هتكون برضه نفس الكلام ده يعتبرناه من أنواع الـ similarity لأن الشفرة أو الـ genetic code universal في جميع الكائنات types of nucleotide نوع الـ nucleotide واحدة لأن الاتنين عندهم DNA فحتبقى نوع الـ nucleotide ده anti-oxy ribonucleide سؤال اللي وراه بيقول from the opposite figure من الشكل اللي قدامنا بيوضح شكل diagrammatic figure for a transverse section in the abdominal cavity تجويف البطن which of the following is correct بقدور على الجملة الصحة ومشاول لي إن دي stomach ويبقى x اللي وراها ده spleen بيقول it contains primary component for the red blood cells مضبوط لأن في الـ spleen بيحصل disintegrate للسمائل red blood cells كلام مضبوط هل بيساعد الليمفوسايت على differentiation مانوش أي علاقة ده شغل الـ sinus gland والبورمار it deals directly with all body organs إن هو يتعامل بشكل مباشر مع جميع أعضاء الجسم لأ طبعا it belongs to their digestive system يعتبر من الأعضاء أو له علاقة بالجهاز الهضني لأ هو له علاقة بالجهاز الليمفاوي أو الليمفاتيك سيستم مطابقة لأرسناه في سانيورتو. هنا from the opposite figures what is the number of division? aah كات خلية واحدة وبعدين بقت آآ هذه أول انقسام وبعدين هتبقى اربع خلايا ادي تلات ادي تالت تالت انقسام وبعدين ستبقى. ثاني انقسام� وبعدين هتبقى آآ ثمن خلايا ه deceivedقى ثلات انقسامات وبالتالي ان انا عندي شكل ده هنا في اربعة ونحي التانية في اربعة. تمام? يبقى عندي كم انقسام ما يتوزي تلات. الاول تنقسم هتبقى اتنين. وبعدين كل واحدة منهم هتبقى اتنين. هيبقى عندي اربعة. وبعدين الاربعة كل واحدة منهم هتبقى اتنين. فيبقى انا عندي هنا تلاتة امقسامات. آآ الشكل اللي قدامنا ده عندي جراس بيوضح لأول مرة بيدخل هذا الميكروب للجسم. فبيقول اذا ماتجين اتاكت هذه الناس في يوم الخمسطاشر. امم. كما تتوقع طبعا لو حصل اصابة تانية في اليوم الخمسطاشر. يعني هنا. معنى كده ان النسبة الايه? الاكسام المضادة هتكون اعلى. وبالتالي هتكون هنا كانت عشرين ايضا هنا هتكون مور دان تونتي. السؤال بيقول which of the following is applied to A-T-C sequence in the strand 3-5-. تمام? A-T-C ده بقى ده على الDNA. فأي من ما يلي لا ينطبق على هزا التتابعة. هزا التتابعة بالديني U-E-G وده يعتبر الستوب كدون. it is not transcript and not translated. انا عايز اللذي اه لا ينطبق. which of the following? لا. الذي ينطبق. اي من ما يلي ينطبق. عايز اللي ينطبق عليه. اه. يبا هنا هو عايز ايه اللي ينطبق? تمام? ينطبق على التتابعة. A-T-C. طيب. فاحنا عندنا هنا. لا هيتم نسخه. طب هيتترجم? لا مش هيتترجم. هو هيتم نسخه لكن ما فيش ترجمه. يبقى مش هاختر ايه. لا هيتم نسخه. هتحول من إلى 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 تمام? آآ لا هو هيحصل له لكن مش هيتترجم. طيب ايوة لكن مزبوط لانه هيتحول إلى كودون واقف. مزبوط عند ترانسليتد. لا مش هيحصل له عملية الترجمه ولكن يون سخ فقط وبالتالي الإجابة سي. آآ سؤال اللي وراء بيقول باي يوزنج ده كودون ستيبل عن طريق جدول الشفارات. هنحدد نوع الامينو اسد. فعندنا امينو اسد آآ يو. هنجي هنا طبعا الرسمة شوية عشان آآ عدم الوضوح. هبص على او. او ده كده هبص تحت على التتابع. هلاقي ان هو آآ يو سي اي. يو سي اي. تمام? وحشوف بقى اللي بعديه على طول. اللي هو بيسأل عن يو وجي. صح? الجي ده هو اللي وراه على طول. وده هيكون آآ جي سي يو. هروح في جدول الشفارات اشوف الجي. آآ سي يو. تمام? هلاقي قلنين. هروح اللي جنبه اللي هو يعتبر يو. اشوف التتابعات بتاعته اللي هي هتكون. سي اي سي. السي اي سي ده يمسط بايه? الهست دي. تمام? طيب. نيجي للسؤال اللي وراه. بيقول اه 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 تمام? مع الشرح. طبعا عندي هنا هيحصل تروبيزم فين? واحد هيحصل تروبيزم لان انا عندي هنا هتكون موجودة تتراكم هنا. هيحصل هنا آآ تراكم للاكسنز وهيؤدي الى آآ في الجانب ده فبصة لقي ان هو بيتجه في هذا الاتجاه. يبقى تروبيزم. نيجي الرقم اتنين. ادي هنا وهنا ده آآ يعتبر فيحصل هنا تراكم للاكسنز ولما يحصل تراكم للاكسن هيتجه برضو كده. هيبقى حصل تروبيزم. حاجة عند رقم تلاتة. انا وجهت له الضوء من جانب واحد. وبالتالي هنا هيحصل تراكم للاكسن وهيتجه لهذا الجانب. هنا مش هيحص بالضوء لانه متغطي بالبلاك كوفر. هنا الضوء موجود في جميع الاتجاهات. تمام? اه 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 ايه ايه دور المية في البولي بوديم. دور المية في البولي بوديم رقم واحد. مسؤولة عن تمام? رقم اتنين. مسؤولة عن عملية الفوتو سانسز لان المية مطلوبة بالنسبة للجاميتوفايت او السبوروفايت. رقم تلاتة. مسؤولة عن حدوث عملية البولينيشن عشان يوصل للارتيجونيا ويحصل المستقل مسؤولة. احنا قلنا على الفوتو سانسز برضو. اه في حالة الجاميتوفايت والسبوروفايت. بالتالي ده كان دور المية في دورة حياة او وليف سايكل او في بولي بوديم. سؤال الاخير بيقول ايدي الخطأ اللي موجود في الجراف. طبعا انا عندي ابر ليب اه 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 وعندي. فبيقول ان المفروض ان خد بالك هنا. ده وده تمام? اه المفروض هيمثل احنا كده بنتكلم على اه الاطراف. فمثلا عندي العدد المفروض يكون في 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 هيكون عددهم في زي ما هم موجودين اربعة لكن الصح ان هم يكونوا سبعة. لما اجي ابص هنا في هلاقي هنا تمانية اللي هما ايه الموجودين بنقول عليهم اه تمام? طب هنا التارس لازل مفروض يكونوا سبعة هنا اعملهم جام اربعة. لبتايد الخطأ اللي موجود في الرسمة. اه بنهاية السؤال اه خمسيني احنا هنا اه اتمنى تكونوا استوعبتوا افكار الاسئلة دعوتي لكم بالنجاح والتفوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة